الأخبار اللي معنا النهاردة كمان ضبط المتهم اللي خدع الحجة سعودية وصفرها السعودية تعمل عمرة ولما وصلت هناك الأمن السعودي أبض عليها بتهمت حيازة مواد مخدرة طبعا كلنا تابعنا قصة الحجة سعودية وتعطفنا معها جدا لأنها ستة كبيرة وعمرها 75 سنة وكان نفسها تزور الأراضي المقدسة لكن اللي ما كانتش متوقعة أبدا إن اللي هيقدم لها الخدمة دي شخص منعدم الضمير وهرب في شنطتها أقراص مخدرة المهم إن أجهزة البحث الجنائي تمكنت النهاردة من ضبط المتهم وهو جزار عمره 27 سنة بعد ما هرب من الدق أهلية وكان مختبئ في شارع العشرين بمنطقة فيصل في الجيزة إن شاء الله تظهر الحقيقة وترجع الحجة سعودية البتا بالسلامة